أزمة الغذاء وأزمة الطاقة بالمناسبة لأننا اليوم يتكلمون عن أزمة الطاقة نحن على الأقل عندنا الطاقة يتكلمون عن عدم توافر الطاقة وعدم توافر الهداء نحن نحن نشاهدون شحنات الغاز المسال في أوروبا تضاعف سعرها تقريبا 4 أو 5 مرات منذ الحرب الروسية الأوكرانية نحن على الأقل في مصر نرى نتيجة التصور والرؤية منطقة الشرق البحر الأبيض المتوسط موجودة منذ الخريقة الذي اكتشف هذه القيمة الجيو سياسية والجيو اقتصادية لها هو رئيس عفتاح السيسي عندما جاء الاستغدال الأمثل للموارد المصرية والرؤية كمان السياسية يعني الرؤية قامت على فكرة ترسيم الحدود لو ما رسمتيش الحدود البحرية من الأول ما كانش يبقى فيه أساسا حاجة اسمها حقل زهر ما كانش يبقى فيه غز من الأساس ما كانش يبقى فيه منتدى شرق المتوسط ما كانش هيجوا الأوروبيين يتكلموا معاك باعتبار عندك ورقة في مصر تسمى ورقة الغاز النهاردة احنا بنتور إتكو ودميات اللي هي محطات إسالة عشان كده مصر بقى عندها بنية تحتية فيما تعلق بالطاقة بكل أنواعها سواء كان النفط سواء كان الغاز حتى الكهرباء احنا عندنا النهاردة ربط كهربائي مع الشبكة الأوروبية عن طريق الاتفاق اللي توقعته مصر بالفعل مع أبرس ومع اليونان يعني احنا نستطيع أن نصل إلى عمق شبكة الكهرباء في أوروبا عن طريق الربط الكهرباء مع أوروبا بالإضافة عندنا ربط كهربائي مع أفريقيا المرحلة الأولى مع السودان والربط الكهربائي مع قرة أسيا من خلال الربط الكهرباء المصري مع المملكة العربية السعودية كل هذه الأمور خلقت مجموعة من الأوراق للتعاون بين مصر ومبين الدول الأوروبية وفي مقدمتهم ألمانيا لكن فيه تشابه مهم جدا بين مصر وألمانيا ألمانيا ما بعد الحرب العالمية التانية يعني بالبلد كده كرهت فكرة الحقوق ودايما بتنحو وتميل إلى فكرة الحلول السياسية والسلمية وده مبدأ أصيل أرسته الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تحديدا لأرسال الرئيس عبدالتح أسيس وهو أن كل الخلافات مهما كانت يمكن حلها عبر طاولة المفاوضات وعبر النقاش وعبر التفاوض بين الدول المختلفة لذلك أنا في تقديري الدولة المصرية والقيادة المصرية ورئيس عبدالفتاح السيسي نجحوا في فرض معادلة الحلول السياسية في المنطقة لأن البعض روج في وقت ما لما يسمى باللغة البندقية ورصاص لغة البندقية ورصاص اللي سادت منذ 2011 في المنطقة أدت للفوضى أدت للتخريب أدت لانتشار جماعات العنف والتطرف والجماعات الظلامية والمتطرفة والميليشيات ومتسمى بالمجموعات أو المجموعات دون الدولة اللي هي أقل من الدولة اللي هي الميليشيات مصر قالت لا الحلول في المنطقة تبدأ وتنتهي على طاولة المفاوضات عشان كده شفنا في تبريد للصراعات في تهدئة للتوترات شفنا تفكير الدول في تحقيق الازدهار في الإصلاح الاقتصادي في الاستثمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للدول والشعوب عشان كده أنا شافي أن منطقة الشرق الأوسط بتبدأ مرحلة جديدة مرحلة من التعاول البيني بين الدول وبعضهم وحضرتك تكلمت عن الحرب الروسية الأوكرانية أنا في تقديري أكبر نتيجة ممكن تنتج عن الحرب الروسية الأوكرانية هو أن بعد هذه الحرب سوف تسود الأقلمة بدلا من العولمة بمعنى قبل هذه الحرب كانت العولمة هي المعيار السائد في العالم منذ نهيارة حد السوفيتي السابق في 25 ديسمبر 1990 أنا شايف إن فيه توجه عالمي أو في كل دول العالم إلى فكرة الإقليم الوحد التعاون ما بين الدول وبعضها في تحقيق الاحتياجات الأساسية للشعوب عشان كده مثلا شوفنا الرئيس عفتاح السيس عمل حاجة غير مسبوقة في المنطقة فكرة القمم المصغرة القمة المصرية الأردنية العربية هذه القمم يعني فتر الفاتد دي كلها وده يعني الحقيقة أنه يتضح بشكل كبير على مسألة توحيد القرار العربي توحيد الرؤية العربية تجاه القضايا اللي بتهم الأقليم والدولة المصرية بكل تأكيد وكمان بتخلق مساحات للتعاون لم تكن موجودة مكاسب اقتصادية طبعا بكل تأكيد استقرار يعني هيبقى فيه اقتصاد ويبقى فيه مكاسب اقتصادية بالضبط احنا شوفنا مثلا اتفاقية التعاون المصري الإماراتي الأردني في مجال التصنيع المشترك ده مكانش فكرة موجودة فكرة أن تكون هناك صناديق استثمارية مشتركة بين الدول العربية وفي المقدمة منها مصر ده مكانش موجودة هذا التوجه المصري يجد استحسان ويجد قبول بشكل كبير جدا من القادة الألمان والسياسة الألمان الأمر الآخر وهذا المهم هو تأكيد مص على فكرة الدولة الوطنية لأن العقد الماضي من 2010 حتى الآن كان هناك من شكك في الدولة الوطنية وهناك من دعا لفكرة يعني انهيار الحدود والدولة العابرة للحدود وده إدى فرصة للجماعات المتطرفة حتى نمط الإرهاب في الفترة اللي فاتت كان نمط عابر للحدود تجد الإرهاب اللي في العراء يروح سوريا ويطلع من سوريا ويطلع من أفريقيا ويطلع من أفريقيا ويمكن ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ده ملف هام جدا بتشترك فيه الدولتين مصر وألمانيا أهدفهم واحدة يمكن رؤاهم واحدة فيه قضايا كثير سواء نتكلم عن القضايا الفلسطينية القضايا الليبية وما يحدث في ليبيا توافق الرؤى ده هل مستمر مع المستشارية الجديدة والمستشار الجديد أولاف تشولز ونحن نكلم عن لقاء غدا ما بينه وما بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء أول برأيك ماذا يحمل سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على طاولة المفاوضات مع المستشار الألماني الجديد يعني أولا أنا في التخدير سوف يكون هناك توافق كبير جدا بين مصر وألمانيا في عهد المستشار الجديد لسبب أول حاجة أن المستشار الجديد كان وزيرا للمالية في عهد المستشارة ميركل يعني هو كان يمثل الحزب الاجتماعي الاشتراكي لأن الحكومة السابقة في حكومة السيدة ميركل ومستشارة ميركل كانت تكون من حزبين رأسيين الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي بتقوده السيدة ميركل والحزب الاجتماعي الاشتراكي اللي بيقوده أولاف شولتس وبالتالي أولاف شولتس كان جزء من الاتلاف الماضي وكان شريكا في كل القرارات التي تم اتخاذها في عهد المستشار أمريكا دي رقم واحد رقم اثنين السياسة الألمانية خصوصا فيما يتعلق بالملفات الأقليمية زي ما حدثك أشرت إلى قضية مثل القضية الليبية مثلا هو أمر متفق عليه ألمانيا استضافت أكبر مؤتمرين حول الوضع في ليبيا مؤتمر بيرلين واحد ومؤتمر بيرلين اثنين وحضرهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكل بيان بيرلين الأول وبرلين الثاني أنا في تقدير توافق كامل مع الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2021 وهي المتعلقة بوضع خريط الطريق السياسية لحل الوضع في ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم وينتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسية في توافق كامل بين الرؤية المصرية والرؤية الألمانية فيما يتعلق بليبيا لأن كما تعلمين ليبيا لها ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط ومن ليبيا تخرج الهجرة المهاجرين غير الشرعيين وتجار البشر والإرهابيين وبالتالي استقرار ليبيا هو مصلحة مصرية طبعا لكنه أيضا مصلحة بالنسبة للأوروبيين ومصلحة بالنسبة للدولة الألمانية لأن كلما استقرت ليبيا ده يعود بالنفع على الأمن الأوروبي خصوصا في الوقت الحالي معروف أن ليبيا دولة نفطية وكلما استقرت ليبيا وإحنا في أزمة طاقة وكلما استقرت ليبيا كان فيه انطاق طاقة وبالتالي يكون هناك سعر يعني طبيعة وسعر معقول بالنسبة لأسعار برميل النفط نفس الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا في تخديري الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية هي الرؤية الأصوب والرؤية التي ينبغي أن يلتف حولها العالم احنا شفنا في قمة جدة للأمن والتنمية شفنا مدى الإشادة الإشادة العالمية بالمناسبة اللي أرى الصحف الأمريكية النهاردة هيشوف إلى أي مدى تقريبا كل الصحف أشادت بكلمة السيد الرئيس والنقطة الخمسة المطرب الشميلة خمس نقطة اللي هي الدولة الفلسطينية والدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والتعاون ما بين الدول المنطقة لمكافحة كل الأزمات اللي بتعدي بها المنطقة حقوق الإنسان والمواطنة الحقوق الإنسان والمواطنة والمرأة والشباب وكل ده يعني مقاربة متكملة وكل هذا يؤدي زمال الرئيس عبد الفتاح في النقطة الخمسة فكرة أن هذا التعاون بين الدول يؤدي للقضاء على سواء كانت مشاكل طارئة زي مشكلة الكورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى المشاكل المتوقعة لأن بالمناسبة احنا ما تكلم عن تدخم ده بيؤدي إلى نوع من التباطئ في الاقتصاد يعني متوقعة مثلا حتى لو يحصل انتعاش اقتصادية في العالم مش هتكون في 2022 إذا احنا موضوع التدخم ده مستمر معانا 2022 وممكن طالما كمان استمرت الأزمة روسية الأوكرانية بالضبط تباري حرب لسه مستمرة وبالتالي وضع خطط على المدى البعيد والمدى المتوسط للتعاون مع هذه المشاكل بيحتاج تعاون النهاردة كلام السيد عبد الرئيس السيسي كشف أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية دي حلقة مهمة جدا في سلاسل الإمداد صحيح لأن دايما العالم بينظر لأسيا أو تحديدا منطقة جنوب شرق أسيا وشرق أسيا باعتبارها ورشة العالم بالنسبة للدول الأفريقية هي مصدرة للمواد الأولية الغرب سواء غرب أوروبا أو الأولى المتحدة الأمريكية وكندا هؤلاء هم المصنعون الأول في العالم ونحن نتكلم عن تصنيع دكتور أيمن يمكن ألمانيا طبعا من الدول الكبرى المصنعة مثلا السيارات أعتقد أنهم دلوقتي بيبحثوا عن أسواق جديدة للمصانع هل في حديث عن وجود المصانع دي على أرض مصر طبعا أولا كويسي أن حدكت تطرقت للجانب التعاون الاقتصادي بين مصر وبين ألمانيا أولا أنا شايف أن الرئيس عفتاح السيسي استطاع أن يعيد اكتشاف المستثمرين والشركات الألمانية للفرص الواعدة في الاقتصاد المصر صحيح نحن عندنا تقريبا دكتور 900 شركة ألمانية عاملة دلوقتي في مصر ونرجع نكمل الكلام مع حضرتك دكتور أيمن